أنت شايف وإحنا نبدأ أعتقد لو بدأنا من المدرسة أنت شايف إزاي هل المدرسة حجر أساس للكلام ده؟ الحقيقة إحنا بنقول دائماً المؤسسات التعليمية إحنا زمان كنا بنعمل إيه؟ كنا بنعمل في المؤسسات التعليمية زي المدارس والجامعات كنا بنعمل للناشئ الصغير ده بعض الزيارات الميدانية كنا نوديهم مثلاً الأهرامات المتاحف المعابد نشوف التطوير اللي بيتم بنتكلم عن بلدنا الوطن وقيمة الوطن وتعزيز هذه القيم اللي موجودة عندنا وإحنا بنتحرك إزاي وبنعمل إيه؟ وهي الإيجابيات اللي موجودة دلوقتي وفرضة نفسها علينا بقوة زي ما قال سيد الرئيس في الحديث بتاعه في الآخر إن دلوقتي القيادة الحالية إحنا بنسحى الصبح بنلاقي فيه مشاريع تنموية عملاقة موجودة على أرض الواقع إحنا مش بنقول هنعمل وهنسوي لا إحنا بنقول إحنا عملنا إحنا أهو إحنا هنا فبالتالي إحنا محتاجين الدور التوعاوي ده يبقى موجود وبقوة إن إحنا محتاجين نسوأ لنفسنا كويس بالزبط نسوأ للأنشطة بتاعتنا كويس نسوأ للمجهودات بتاعتنا نسوأ للمشروعات بتاعتنا كل الحاجات دي لأنها بالفعل موجودة على أرض الواقع إن اللي بيتم بتم بسرعة كبيرة جدا يعني القيادة الحالية ماشية بنظام القفزات وإحنا لحد دلوقتي ماشيين أو دورنا المجتمعي بالنسبة لها بطيطة إحنا المشكلة إن إحنا بنشوف المشروع قدامنا وبنكذبه بالزبط كده بنستجيب للي بيكذبه دي كارسة بحقيقة لازم نبقى على قدر هذه المشهولية الملقاة على عطقنا فلازم نوعي الأجيال ونقول لهم إحنا عملنا إيه لأن إحنا مش بلون إحنا هنعمل إيه إحنا دلوقتي بلون إحنا عملنا إيه بالفعل إحنا بقالنا دلوقتي أكتر من السبع سنين أو الفترة الأخيرة دي إحنا عاملين كم مشروعات هايب يعني محتاجين أيام وحلقات نتكلم عليها لحقيقة فلازم الدور ده يبقى موجود الدور بتاع الأسرة دور الأب والأم زي ما كنا زيما بنحكي دولدنا ونقول لهم إحنا بلدنا فيها إيه إيه المجد اللي إحنا فيه إيه الفخر إيه العزة اللي إحنا فيها لازم نبقى فخرين بكل الحاجات اللي بنعملها مش أي حاجة تلعب بلدنا نصدقها طب إزاي أنا كرب وأسرة أحمي أبنائي وأسرتي من التيارات الزيف اللي بتحصل حوالينا دي إزاي أهلهم نفسيا أول حاجة فندم إن أنا مبدئيا كده لو إحنا استطعنا إن إحنا عن طريق الإرشاد الأسر إحنا بنتكلم عنه عليه نلم شم للأسرة تاني لازم يبقى عندي رقابة أسرية بطريقة مؤينة بالمعنى الرقابة الأسرية يعني تعافي الجيل ده ما بيستجيبش الرقابة عشان كده الجيل ده إحنا لازم الحياة نمشي معه بالتوازي فدايما إحنا بنقول حتى في النصائح بتاعتنا اللي حوالينا دي كلها فبنقول على سبيل المثال مثلا الاستخدام الرشيد للتكنولوجيا تمام تاني حاجة نقول إن إحنا عدم استخدام التكنولوجيا أو الإنترنت أو موقع التواصل في الوقت المخصص للأسرة فده بيساعدني أن أنا أعمل إيه يبقى فيه حوار ونقاش والتواصل ما بين أفراد الأسرة وبعض فنسمع بعض نسمع بعض فأبقى مدرك وأقدر أواكب كل التطورات لإن الجيل ده هي الأكثر حظة يعني الجيل اللي موجوده ونشأ الصغير ده الأكثر حظة إن التكنولوجيا فيه سبقى فهو بيعرف يعني بيقدر يعرف كل حاجة في أسرع وقت ممكن تمام لإن إحنا دلوقتي كان زمان عندنا حتى في وسائل الإعلام اللي قبل كده قبل السوشال ميديا ما تطلع كنا عشان نستطلع رأيه بنعمل أبحاث وكلا دلوقتي لا الفيت باك بيجيلي على طول يعني الإعلام الاجتماعي السوشال ميديا هم يمر عليها بيجيلي دلوقتي يعني في نفس الوقت بيجيلي على طريق اللايقات والكومنتات وكل الكلام ده كله فلازم الرقابة المجتمعية كمان لازم تبقى موجودة يعني ده برضو من ضمن هل يعني هل معنى كده إحنا بنقول إن فيه ممكن يكون فيه تقنيل استخدام السوشال ميديا هل مستوى التشريع هل مستوى الأسرة الأول وعكاية التشريع ولا مش شافها إزاي صحيا وزهنيا وعقليا والصح بنقول إن السوشال ميديا إحنا مدرش نستخدمها المينموعة بتاعي ساعة والماكسيمون في اليوم ساعتين لكن المشكلة ده مش موجود للأسف ما هو لازم بقى إحنا نعمل كده عشان كده إحنا بنقول هو مش موجود ليه لأن إحنا لازم نشوف إيه البديل يعني طبعا عشان أسحب السوشال ميديا أو أقلل الوقت ده ولازم أقلل له تدريجيا يعني أنا عندي مثلا ولد بيستخدم السوشال ميديا 12 ساعة عشان أنا نزله لساعتين استحالة طبعا هسحب بهم التكنولوجيا مرة واحدة عشان كده في بدائل في بدائل إحنا لازم نعملها دلوقتي زي زي الأنشطة الاجتماعية يعني أشغلهم ما هو لازم يبقى جزء من الوطن ده لازم يبقى جزء من المشاركة المجتمعية الأنشطة الاجتماعية الأنشطة التطوعية الأنشطة الثقافية الأنشطة الفنية أزود وقت الأسرة يعني أنا أشوف موهبة ابن فن أو مهارته فن وأوجهه وأوجهه ما رايحش دماغي وأسيبه للمجهول اللي بيتعامل معايا هو ده عشان كده هنبلول إيه الرقابة الأسرية الرقابة الأسرية لازم نوجه الطاقات المهضرة للشباب ونحاولها من طاقات مهضرة لطاقات إبداعية